عزلي من البناء ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي ان شاء الله رمضانكم مبروك ربي يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال نرجع لكم فيديو باش نوريكم مشتريات شريتها من مدينة ومن مكة خلال عمرتي وان شاء الله يا ربي يتقبل مني وتقبل منكم ويعطيكم ما تتمنيوا اول حاجة كما تشوفوا شريت السيغ فيسا ذوما الزوز واحد في السيلفر واحد في اللون الذهبي لونهم يسر رحلو يتحطوا كدكار وزيد النجم ونستعملوهم في معنتها الضيافة وقت ليجونا ناسبا اخيزامبل بعد العمراء نعطيهم فيه الماء زمزم كما تشوفوا لونهم يسر يسر رحلو ذوما شريتهم من مكة في محل مقابل الوتيل اللي كنت فيه دونك لو كاني مشيتوا ننصحكم بيهم خطرهم يعني ديكور حلو وتبقى سوفنيغ يسر حلوة من غاتيكا ويسر ديكور مزيان بالنسبة للهدية انا احترت بارشنا شنوبش نشري للناس نحب معنتها حاجة تحفونة وممتنة ما تكلف ليش بارشا كمام وحتى في الميزان ما تكونش ثقيلة بارشا ديكور موجودين بارشا منهم هذوما اللي تكون معنتها مسك ومسويك وسبحة او مسبحة تلقاهم في محل بثنين ريال فقط يعني رخاص على الاخر تشريوا منهم كمية كبيرة كل ما تشريوا كمية كبيرة كل ما السوم يكون ارخص زيدة شريط القحل القحل العربي الاسيل هذي شريطه تقريبا ب 15 ريال فيه 12 او 13 من كعبة وبمعاه المكحلة او نرشنو تسميوها في البلدين العربية الاخرى اللي نعملو بها القحل معناها ان شاء الله يا ربي نجربوا ونقول لكم عليه كما تشوفوا معنتها به بارشا انو ينبت اشعار ويعالج بارشا مشكل والحساسية والحكة والحكة في العين وكل شيء وشريط زيدة المخمرية انا ما كنتش نعرفها حقا تانا ما تلقيتهم غاديكا يبعوا فيهم بارشا هو مرتب الجسم ومعطر في نفس الوقت ريحته عود ريحته تبقى معنتها في البدن مدة طويلة وتعطي في غيمة ولمسة حرير كما مكتوب هذي شريطها بتقريبا ب 10 ريال انا شريط بارشا كميات اما ديما نوريكم معنتها واحدة واحدة شريط ايضا المسك هذوما من احسن الحاجات اللي يعجبوني هو مسك الصابية ومسك الابيذ هذوما معنتها ريحتهم تبقى تذكرني اكيد 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 بالمدينة معنتها انا شريطهم بالمدينة وقتها هذوما نزيدة بيش نعملكم بيهم برشا وصفات اخرى خاصة لترتيب وتعطير الجسم نجمة تستعملهم وحدهم ولكن نجمة زيدة تضيفوهم الى الكريم او المرتب متاعكم شريط منهم برشا خاصة المسك الابيض قارورة من المسك الابيض نحطوها على الكريم بتاع ترتيب الجسم تعطيكم ريحة معنتها خيالية ما تنسوهاش بالكل وتبقى برشا في البدان كما تشوفو انا خلط ما بين المسك الابيض ومسك الصابية كما يتسمى معناها وريحتهم ياسر ياسر مدينة وبما انه نحن في رحلة دينية ورحلة روحانية اكيد احسن من نجمه نشريه واحسن من نجمه نهدي وهو كتب القرآن وذي من الكتب اللي شريتها ديكور يتحط معنتها في السالة ولا في الشامبر بيت النوم تاعكم من افضل ما ممكن تشريوه شريته بخمسين ريال ولكن يستحق اكيد السوم العطور بالنسبة للعطور اللي شريتها لكلها هو من عطار معنتها ركن النور هذا اللي ننصحكم به هذا من مكة المخمرية والمسك والعطر الصابية شريت هذا صابونة البابايا اللي تنظف برشا 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 وتفتح لون البشرة كنت قريت عليها معنتها في برشا مواقع الكترونية ولكن مسبق ليش اني شريتها اللي هنا تطبيع عند الاسيويين والافارقة بثوم خيالي ديكور انا شريتها من غادي وندمت برشا عليش ما شريتش منها كميات كبيرة خاطر حبيت نجرب انا واحدة ولكن مش كل يوم باش نكون موجودة غاديكا ديكور ننصحكم لو كنتم موجودين غادي شريوها تعالج برشا مشاكل في البشرة منها التوحيد لون البشرة وتصفية لون البشرة وايضا تفتحه عجبتني برشا ساكاما هذية لوي فيتون اكيد مش اوريجينال معناها ولكن تبقى الكاريتم تاحها تحفونا على الاخر سومها تقريبا 150 الى 200 ريال منذكرش قديش قديش خلستها ولكن نجب نعطيكم معنتها اسم المحل اللي شريتوا من عنده شريت من عنده برشا حاجات دي مارك اكيد مش اوريجينال ولكن يبقاو كما تشوفوا معنتها ساكاما يسر كلاس ويسر حلوة مش كبيرة برشا مش صغيرة ننصحكم انكم تشوفوا المحل في برشا حاجات حلوة بالنسبة للذهب شريت الجوزفر ديت هذومة معنتها ما معرضنيش برشا حاجات حلوة من الذهب انا اصلا منحبش برشا الذهب اما هذومة عجبوني حبيت نشريهم فلا دون كما تشوفوا الكاليتها حلوة ان شاء الله معنتها ان شاء الله تدوم برشا ختم نعرش عمري ما شريت ذهب من السعودية شريت زيدا المونجيلا او الساعة هذية من المحل اسمه ساعتي اللي بيعوا فيه يسر رانتي يسر طيبين يرحبوا برشا بالكليونات شريت زيدا الفردة اللي بمعانها الخاتم جوتشي اكيد مش معنتها اوريجينال كما قلت ولكن التحفونين معنتها متاع خرجة متاعها معنتها كواحدة تزاين بيهو نازلنا في المجوهرات وحبيت نوريكم القطعة هذية اللي حبيتها برشا اللي هي تكون معنتها كما الفردة وبمعانها تتميد على ليد القل وبمعانها الخاتم نحب هنا برشا السيلفر معنتها من اكثر الحاجات اللي تعجبني خذت منهم زيدا زوز كما عكاية فلنوريهم لكم ملبوسين يمكن يكونوا اجمل بش نعطيكم فكرة عليهم ولو كان معنتها لقتوا منهم شريوهم يصير حلوين ويصير كلاس بالنسبة للهدية شريت مجموعة من النوع هذية من سلسلة فيها الكعبة معنتها بش تكون هدية احلوة وتبقى سوفينيغ ذكريات فيها بالنسبة للناس اللي بش نعطيها لهم فما في الالوان مو غايرة ولكن انا كما تعرفوا نحب السيلفر حبيت نختار في السيلفر وهذية من نسبة للمسبحة والسبحة حلوين برشا فما برشا انواع انا فضلت انو نشري من نوع هذية تحفون مش غالي بالكل الخويتم زيدة هذوما تقريبا بخمسة ريال بلاكيور مش ذهب معناها ولكن كلاس هذوما البلالت او الحلق كما تشوفوا يسر تندانس خارجين لقتهم غاديكا بلاكيور مش ذهب ولكن السوم هما هو شغالي بالكل خمسةاش او عشرين ريال معنتها شريت زيدة دي بخط كلي كما هكا للهدية ولية زيدة موجودين بكثرة ومعطي يفرحوا ديما انو نشريو حاجات كما هكا يفرحوا بيهم الناس عالاخر هذا بالنسبة للأكسسورات اللي شريتها من من غادي نوريكم تواق شوية من الملابس اللي شريتها وقبل ما نبدأ بالملابس شريت السجادة او النصيحة اللي نرجم نقدمها لكم انو تكون عندكم سجادة كما هذي تجي معاها الساكم تاحها يسروا بخاتيك في العمرة او في الحاج خطر في الجامعة نعرف اللي فما سجادة ولكن احيانا ما نلقاوش مكان وين نصليو يكون عندنا سجادة وتكون سهلة انو نحملوها بخاتيك عالاخر عملية عالاخر شريت برشا زيدة سجادات اخرين ديها لمحة معانتها من الحاجات اللي شريتها فما برشا انواع من نوع الرفيع الى لانواع اللي تكون ارخيصة بالكل شريت الشال هذية اكحل وفيه متروز بشوية سيلفر على الجناب وكما تشوفو متروز بشانيل هذا شريته بخمسة وعشرين ريال سومو اللوليني كان خمسة وثلاثين او اربعين لكن حاولت اني نقص الاسويم خاطر في الاول دي ما يعطيكم اسويم خيالية اما انتو ما حاولوا انكم تحكيوهم عن يبيعو بش تنقصوا شوية في الاسويم لازمهم يتفاهموا ان لو عندكم برشا هدايا وبرشا او معانتها حاجات مش تشريوها دي كو لازم تحكوا معاهم تحاول انكم تنقصوا وهو ما يكونوا جاني غالما متفاهمين انهم ينقصوا لكم كيما تشوفو هذية العباية زادة شريتها اه فيها دونتيل والاقماش متاحها اه مزيان عالاخر الكاليتين متاعوا مزيانة اه هذية شريتها بستين ريال اه بمعاها يجي الشال متاحها دونك متاع خرجها متنجمو حتى تمشي وتصليوا فيها اه مزيانة عالاخر عجبتني وشريت منها اه معانتها كميات كبيرة بش نهدي منها وتلقاوها في المحلات متوفرة خرجها سني هذية اه ولا دونك اللقماش متاحها خاصة انا عجبني هنا عالاخر اه معانتها يتمشي مع صيف ومع اشتي شريت زادة القفتان هذية في اللون شوية روز سومان اه دونك ولا في دوبلور بدونتيل اتنجمو تش تلبسو معاناها واحدو وإلا فوق منو دوبلور اه مزيان انا عجبني برشا كان في برشا الوين اخرين اخترت انا اللون هذية اه سوم متاعه تقريبا مية وخمسين ريال اه ما نعرفش وكان الاسوام ارخيصة ولا غالية شريت ومعاناها ما عندي حتى فكرة انا حاولت اني نشري من المحلات اللي ما تكونش بعيدة برشا واني نتلهي اكثر في العبادة معناها ولكن اللي شريته راضي عليه على الاخر وحتى الكلتين بتاعه نحسى انه يصير احلوة شريت زادة العباية هذية تجي في اللون الاسود والتطريز امتاحها في اللون الذهبي هذية مفتت حل بكلها تجمو تلبسو تحتها حتى تطريز بانطالان ومعانيتها شميز ولا حاجة معانيتها متاع سهرية جيكي معاكية مسلين ماهيش شفيفة بالكل لخطر فيها دوبلوغ تحتها وياسر كلاس تبقى معانيتها متاع خرجة او متاع سهرة فلا دونك كهلوة برشا هذية تقريبا شريتها بمية وعشرين ريال فلا هذا كل مشريت دونك ان شاء الله نكون اعطيتكم لمحة بسيطة وشكون فتكم شوية في الحاجات اللي تنجمو تهديوها وتنجمو تشروها حتى لانفسكم ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو وان شاء الله نكون ديما نفيدكم بسلامة